بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل في هذا الدرس إن شاء الله جملة ما تكلمنا عنه جملة الفورلوب راح أشرح لكم هنا كيف نستخدم الفورلوب لعمل السنتينل لوبينج طبعا غالبا يفضل في السنتينل لوبينج اللي شفناه حنا تكرار السنتينل هذا اللي يعتمد على شرط ما يعتمد على العداد غالبا يفضل أنك تستخدم الوائل لكن ممكن تستخدم الوائل وهذه فرصة ثانية أخرى لمقارنة الوائل مع الوائل حتى نكتفهم بالضبط الفور كيف تستخدم فخلنا نكتب الوائل هنا حتى ننسوي طبعا نحن نبغى البرنامج يقرأ مجموعة عداد ويطبعها لأنه يقرأ نقص واحد إذا قرأ العدد نقص واحد توقف عن الطباعة لو جينا نكتب البرنامج باستخدام الوائل تذكر فينا راح نقول الشيء تاني نقول إن قتس أو خل in gets مثلا s.nextint اللي هو السكانر هنا طبعا بعد كذا هنا نبدأ بكتابة جملة الوائل زيان بين قوسين طبعا راح يكون الشرط الشرط اللي راح نستخدمه هو إنه إن لا تساوي ناقص واحد هذا هو الشرط وجوه راح يكون نقول لأنه system 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 dot out dot print int int in ثم بعد كذا in gets s.next int فإذا نقرأ ال n هل ال n نقص واحد ال n ليست نقص واحد نطبعها بعد كذا نقرأ ال n مرة ثانية الآن لو جئنا نحول هذا الى for قلنا نحوله الى for البرناعمة نقول for كذا نفتح هنا الأقواس حقه الفور والأقواس المعقوفة هنا جاهزة عندنا مزين الجزء الأول في الفور راح نكتب انه int in gets s.next int تمام نستخدم هنا هذه الفاصلة المنقوطة طبعا ال s هنا سكانر مقصود فيها سكانر ما عرفت سكانر فقط عشان نقارق مضبوط بعد كذا هنا راح نقول in لا تساوي ناقص واحد هذا هو شرط التكرار في الفور فاكتبنا شرط التكرار وأخيرا نكتب مرة ثانية in gets s.next int تمام وجوه هنا طبعا راح نكتب الجملة اللي هي جملة الطباعة فالsystem .out .print .in 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 إذن نفس المحاضرة اللي راحت لما شرحنا الفرق من الفور وال والوائل باحظ أنه لما نجي هنا خلنا نشوف نتبع يعني كيف الوائل هذي راح راح تشتغل معنا أول ما نبدأ راح نبدأ بالجملة هذي راح نعرف متغير اسمه in وراح نقرأ قيمة in من المستخدم بعد كذا راح نشوف هل الان اللي ادخلناه لا يساوي الناقص واحد نفسه هنا شف هنا قرينا الان من المستخدم زين طبعا نعرفها أكيد نعرفها تكون معرفة هنا نقول مثلا انت هنا فقرينا الان من المستخدم شيكنا شيك هل الان لا تساوي ناقص واحد هل الان لا تساوي ناقص واحد اذا الان لا تساوي ناقص واحد فهنا ندخل نفذ اللي موجود في بطن جملة اللوب وهنا نفس الشي ندخل نفذ اللي موجود في بطن جملة اللوب الفرق هنا أنه الجملة الأخيرة هذه اللي هي قراءة العدد اللي راح ينبني عليها الشرط وضعناها هنا بينما هنا طبعا ما في مكان هنا فقط تضع الشرط فنفذنا الآخر شيء هذه وبعد كذا رجعنا مرة ثانية للشرط هنا رجعنا للجملة هذه ننفذها ثم بعد ذلك نشيك على الشرط وندخل مرة ثانية فهنا قلنا هذه الجملة راح تنفذ مرة واحدة فقط أول ما تبدأ اللوب زي من تشايف هنا تنفذ مرة واحدة فقط قبل ما تبدأ الوائل أثناء تكرار الوائل هذه ما تنفذ نفس الشي هنا أثناء تكرار الفور هذه ما تنفذ الشرط هذا راح نشيك عليه في كل دورة من دورات اللوب هذا هو زي من تشايف هنا وأخيرا الجملة هذه اللي في آخر اللي تنفذ في آخر الدورة حقة اللوب في نهاية كل دورة من دورات اللوب ننفذ الجملة هذه زي من تشايف هنا في نهاية كل دورة من دورات الوائل ننفذ الجملة هذه هي نفس الجملة هذه الآن طبعا بالنسبة للسنتينل يفضل دائما يفضل أنك تستخدم الوائل الوائل يستخدم أكثر أو تستخدم جملة الدوائل إن شاء الله نشوفها في درس لاحق شبيهة جداً بالwhile بدلاً من استخدام الفور ليش؟ الآن أنت هنا في الwhile تقدر أنك تعطي هنا رسائل للمستخدم مثلاً تقول هنا للمستخدم تقول والله system .out .print enter a number enter a number زين؟ فتقدر تطبع هذه للمستخدم نفس الشي الجملة هذه تيجي تطبعها هنا مرة ثانية system.out طبعاً بختصرها .print enter a number تمام؟ بحيث أن المستخدم يعرف أنه مطلوب منه يدخل عدد قبل ما نكتطلب منه عدد هنا لازم تكتب الجملة برّا زين برّا ما تقدر تكتبها هنا جوا فتقدر هنا تقول system.out.print enter a number خلنا نحط هنا فاصل بس عشان يتضح عشان نفرّق بين الجملتين بس ما يدخلون على بعض زين؟ فلابد أنك تكتب نفس الكلام هذا لابد أنك تيجي وتكتبه برّا الفور الكلام هذا والكلام هذا لابد أنك تيجي تكتبه هنا جوا الفور اللي هو الجزء هذا أو يأثر في شرط دوران اللوب الجزء اللي يؤثر في شرط دوران اللوب يوضع هنا الجزء اللي يبدل دوران اللوب يؤثر في الشرط في البداية يوضع هنا هنا أن تقسم الموضوع صار في شيء موجود برّا الفور شيء جوّا الفور يعني شوي غير مرتب فلذلك يفضّل أنك تستخدم منهاية هذه كلها أشياء ما هي خطأ ولا هي صح من الناحية النحوية من ناحية بنية اللغة وإنما فقط أشياء تفضّل يعني أنك تستخدمها كذا وكذا فإذن يفضّل غالب أنك تستخدم الفور إذا كان عندك عدّات زي ما شفنا في الدرس السابق خلونا نشوف البرنامج بشكل سريع برنامج الفور لما يصير سنتينال فهذا البرنامج الفور لما يكون سنتينال سنتينال فهنا عندك القراءة العدد أول مرة طبعا عرفنا سكانر زي هنا وهنا عندك قراءة العدد في نهاية كل جملة لو نفذ برنامج هذا زي هنا لاحظ طبعا أنه طالب مني أدخل العدد بس أنا ما نيعارف لأني ما طبعت جملة جملة قبل ما أني أدخل العدد زي هنا لكن البرنامج الآن جالسين تظريعي بيني أدخل العدد هنا الحمرة هنا تقولك أن البرنامج شغال تقدر توقفه برنامج الشغال جالسين تظريعي أنك يدخل العدد فالمثلا دخل ستة مثلا طبع لي ستة جالسين تظريعي أن يدخل عدد مرة ثانية لاحظ ما زال شغال لاحظ أنك أنت وإنتم كاتب البرنامج تلخبط شوي فما بالك في شخص يبغي يستخدم برنامجك فإذن قضية طباعة الجمل زي ما ذكرتنا هنا طباعة الجمل اللي تطلب من المستخدم يدخل عدد ولا شي هذا شيء مهم جدا يعني يجب أنه ما يشتهان فيه عشان كذا يفضل أنك تستخدم ال while بدأ من استخدام الفور في الحالات هذه إذا مثلا نجرب سبعة فبتلا يطبع لي لو نقول له ناقص واحد وقفوا البرنامج عن العمل فهذه تقريبا هذه استخدام الفورلوب للسنتينل وهو عادة لا يفضل وإنما يفضل تستخدم إذا كان عندك عدد أو فيما بعد إن شاء الله إذا تطورت في البرمجة وبدأت تستخدم التركيب البيانات فإنك تستخدم الفورلوب في اللست أو في الأري أو في غيرها من تركيب البيانات ترجمة نانسي قنقر